عجبتني قوي الجملة اللي هي قالتها الستر هو مفتاح الرد يعني دايما كانوا يقولك ايه الواحد دايما بيدي هو بيصلي اللهم رزقني الستر والعافية فجات برضو والدتي ربنا يبرك لنا فيها يعني فقالتلي يعني الناس بتقولي العافية دي بتمر عليها مرور الكرام لكن مش فاهمين قد ايه العافية دي حاجة كبيرة او حاجة مهمة اوي لغاية ما بنشوف المريض في مرضه فبنقول يا الحمد لله ان انا عندي ان انا صحتي كويس هي دي العافية صحيح طب نرجع بقى تاني للرضا يعني فيه واحد اخير قالك ايه استنا سبت شغلي واه الدنيا مزنقة شوية والدنيا ملغبطة شوية فانا حاسة بيه يعني انا عارفة وعايزة يقولي مش فاهمة وإيه اللي بيحصل معايا ده ناس كتير قوي يا دكتور تقولك او انا مش فاهم انا ليه بيحصل لي كده كلمة ليه يعني على فكرة والكلمة دي ساعات انا بقولها كتير لما بيحصل لي مشاكل كتير في حياتي ولي هو ايه ليه ليه انا يعني بيحصل لي كل الكلام ده ودايما الواحد بيقارن نفسه بالناس اللي حياتها مستقرة ودايما بيقارن نفسك بقى كمان باللي اقل منك وحياته مستقرة يعني اللي ما عندوش نفس صفاتك ما عندوش نفس مميزاتك المزايا اللي انت مفروض بتقدمها في حياتك يعني وتلاقي حياته تمام فتقول ليه يعني اه في مقارن دايما هو الحقيقة انه الموضوع ده او السؤال ده علشان نحبق امنصفين واحنا بنتكلم عنه مش بس مورد عدم الرضا هو مقارنة الانسان نفسه بغيره في مورد تاني وهو الطايم لاين في الفيسبوك وفي تويتر طول الوقت عندي فلانا راحت فلانا جيت فلانا سافر فلانا اشترى فلانا باع فلانا مجتمع ببعض الفلاسفة يسمونه مجتمع الفرجة انا دلوقتي اصبح تتشكل هويتي انا كفرد بناءا على نظرتي للاخرين مش بقى نظرتي الزاتي قديما قبل شيوع السوشيال ميديا كانت هوية الفرد بتتشكل بناء على التعاطي مع الاخرين يعني اقعد مع حضرتك مثلا فتسمعيني واسمعك شوفي ريأكشنات واشي وتعابيري وكلامي فتتفاعل معي واتفاعل معك هكذا ايوة قبل السوشيال ميديا كمان كانت الستات ممكن تغير مثلا من سلفتها كانت تغير مثلا من مرات اخوها يعني هم دول الستات اللي قدامي اللي انا شايفاهم اللي هم في العيلة في المحيط صحبتها لو برضو شوية صحاب ففي واحدة فيهم هي اللي ممكن دايما تبصى ان هي جابت وعمت لكن فعلا زي ما حداك بتقول دلوقتي بنفتح السوشيال ميديا كل الناس طبعا من دي اعقار النفس بديه ولا ديه ولا ديه ولا ديه دي اصابتنا بشيء بقى بيسموه الهشاشة النفسية اصبح عند الانسان هشاشة النفسية بالمناسبة هي بتتقاطع مع الدين لكن هقول لحضرتك التقاطعات مع الدين ازاي لكن لما نرجع نشوف او نحللها منها على حتى الحالات اللي احنا بنقض معها في وحدة حوار بيجيني مثلا زوج وزوجة عندهم مشكلة لما تيتحل المشكلة بين الزوج وزوجة هما ما ادركوش ان انعكس ديه على الجيل التاني داخل الاسرة الجيل التاني اللي هو الولد والبنت الولد والبنت بيبقوا حال تاني ليه بابا وماما دول بيتخانقوا طول الوقت ليه انا انا رفض ان انا التزم باوامر الله لان انا رفض هذا الاب السلطوي العنيف اللي بيعمل وبيخلي وبيسوي المعنى الاول وهو الهشاشة النفسية اللي اصابتنا دي اضافة الى ان هذا الجيل اللي احنا بنتعاطى معه اصيب بما يسمى بمتلازمة ركائك السلج يعني اشبه بركائك السلج لما بتجيني اي مصيبة يبقى عاش اشبه بي حضريك عارفة قلب التلج لما بيتعرض للشمس بيسيح مع اول صدمة او اول ابتلاء او اول مشكلة بيقع فيها في الحياة او ينزل سوء العمل بيصب الكب يصب الاكتئاب يصب الحزن يصب القلق لانه شاف حياة الاخرين وعنده شيء من الهشاشة النفسية فاصابته بهذا المعنى بهذا الحزن وهذا القلق بتاك ترجمة نانسي قنقر